مشكلة سنجار مشكلة الأقليم والقوات التركية والبككة واليبجة وغيرها وغيرها والله أنا أراها مشكلة عويصة جدا حقيقة يعني أولين أو مشكلة أكو أكو بسنجار ومخور أكو أكو هم فصيل آزادي إيراني وأكو غيرها يعني معارضة يعني الفصائل اللي ده تعمل هناك كثيرة جدا كلها معارضة تركية كردية معارضة إيرانية كردية معارضة سورية كردية كل هذا تعمل في الإقليم وليست يعني بالداخل إنما في الأماكن البعيدة عن المدن فهذا يعني موضوع طبيعي يعني الأتراك عندهم قواعد أقرب زلكان وغيرها وغيرها موجودة قواعد أحد القواعد همين بالتجاه العمادية أيضا موجودة فهذه دائما هم يقصفوها يعني نبين عمل البككة هذا يعني أو عمل قطاعات متعاونة مع البككة يعني هي المشكلة هاي مشكلة يعني هل من معقول أن هؤلاء الكل لديهم مثل هذا المستوى من الصواريخ والأسلحة طيب يعني إلى متى إذا يعني انطلقت شرارة خاطئة داخل بغداد أو داخل هذه المدن أو داخل الإقليم يا ترى ما سيكون مستوى القتال ومستوى القصف على رؤوس المدنيين هذا موضوع خطر أنا أرى أنه يجب أن الدولة تضع سواء بالتفاوض بالحوار أم تضع بالشدة في هذا الموضوع لكي نحل هذا الموضوع ليسبب قلقا ورعبا للمواطن العراقي سواء داخل الحكومة المحلية أو في أقليم كردستان اشتركوا في القناة